أتعبت في تربيتي خلوقي وأدابي وكذا راحاتي نورتني دربي إن حبك يا أمي وإن حبك يا أبي حبكم يجيب ثمي مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم أولادنا تحت جنحنا كين أولياء عندهم تساؤلات عديدة هذه التساؤلات همهم الوحيد هو أنهم يربيوا أولادهم بأحسن أحسن طريقة في هذه الحصة في كل مرة نتكلموا على موضوع موضوع يهم الطفل أنا بالنسبة لي الطفل من اللي يزيد حتى العشرين سنة فما فوقي يعني أنا نظن باللي حتى سن البلوغ سن رشد الطفل مسؤولية الأولياء لازم يردوا بالهم عليه وحنا رأنا هنا باش نعطوهم نصائح مع أخي الصائيين اليوم اخترنا موضوع السمع السمع عند الطفل كيفاش نتعاملوا معها وما هم الحلول عدنا أخي الصائيين اليوم راح يرفقوني معنا الدكتور أولياء المختص في طب الحنجرة والأنف سيد العيب محمد تفضل رحبا بك دكتور شرفنا تفضل 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 دكتور تفضل معنا كالمعتاد سيد لابري نوردين مختص في علم التربية تفضل سيدة أمينة حريش سيدة أمينة حريش اليوم معنا السيد معزوز رشيد تفضل مرحبا بك مرحبا بك تفضل شرفتنا شرفتنا وكالمعتاد معنا طفل يدين الواجبات المدرسية نتاعه في هذا المكتب الجميل باش انتوما تانية أطفال تروحوا تدينوا الواجبات المدرسية تاعكم معنا عبد الرحيم تفضل تعالى عبد الرحيم مش راكو ليبا لابس مش راكو الحمد لله شوف الكاميرا وقلهم عبد الرحيم انت وشم سنة تدرس انا ندرس السنة الخامسة شاطر في القرية شوية بابتدائي شاطر الله يبارك قل لي عبد الرحيم انتو الواجبات المدرسية تاعك كي تدخل البيت تديرهم مباشرة ولا تستعفى قبل ولا تشرب الحليب كيفاش تدير مباشرة او ما تشرب الحليب ما تستعفى قل لي ولدي كيفاش كي تدخل الدار واش تدير أولا اي اه 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 راوح نonteلها استماريناتي اي قبل ما تشرب الحليبو كامل نشرب الحليب اولا ايوا تشرب الحليب اولا ثانيا راوح نonteلar واجباتي والواجبات انتعك تخليها تتراكم او لاتعملها بانتظام نعملها بانتظام بنتظام برافو برافوي اذا اليوم رح تروح لهذا المكتب الجبيل نديل الواجبات المدرسية انتعك شكرة شكرا عافوا ولدي عافوا وانتما يا أطفال هذا هو الوقت اللي ديروا فيه الوجيبات المدرسية بانتظام لأن والدكم ينتظروا منكم أنكم تنجحوا فقط هذه أجمل هدية تقدر تقدمها لولدك إذن الوجيبات المدرسية بانتظام مرحبا بكم في هذا العدل الجديد من حصة أولدنا تحت جنحنا اليوم إذا سمحتم رحين نتكلموا على السمع عند الطفل لأن المدابية هذه الحصة مفتوحة لمجال يعني ما نتكلموش على الطفل في مرحلة ما مدابينا من خلالكم ولو في عجالة ولا دائما نحاولوا نعطيه نصائح للأولياء في مختلف مرحل نمو الطفل مدابية قبل ما نبدأوا نتكلموا عن السمع السمع عند الأطفال مدابية دكتور العيب مختص في جراحة الأذن الأنف والحنجرة مدابينا توضحنا هذا السمع هذا كيفاش حنا بس كل عامة مدابينا هذا الحصان بسطوها للناس باش كيفاش يشوفوا هذا السمع كيفاش باش يقدر يعرف إذا كانوا يدورا يسمع مليح موش يسمع مليح واش تازم يدير هل هناك أخطاء لازم تتجنبها عند الولادة في نمو الطفل مدابينا تبسطنا هذا الأمر باش نستفادوا كامل معك وكذلك مع الأخصائيين المتواجدين معنا واش هو السيكوال وديسيون واش هما المشاكل يتسادف للسمع بسم الله الرحمن الرحيم كما قلت سابقا هذا نقصين السمع نقدر نقسموه على عدة مراحل عند الأطفال الطفل الصغير من الولادة حتى لعدة أشهر ولا نقولوه حتى أربع سنين هاد الفئة من الأطفال تقيسهم خاصة فقدان السمع تاعد الأدن الداخلية الأطفال من أربع سنين الأطفال المتمدرسين واش معنت هالأدن الداخلية أستاذ يعني دكنا نفهمكم الأدن تنقسم إلى ثلاث طبقات قالوا أن الأدن الخارجية الأدن الوسطى والأدن الداخلية لوري انتر لوري اكسترن واش نشوفو هذا البابيون تاعد هنا الأدن الوسطى متكونة من غيشاء الأدن المستمر Lao Tal strand هحدهم اللقان تعانيه عن الأدن الداخلية لديها جهاز تاوزن و جهاز تاع السمع جهاز تاع السمع و أسمها على قوة اللقم هادوك جهاز تاع سمع هذا جهاز تاع PHY وكاين جهاز تاع السمع القوقعوين ووكاين الخالية المختصة تاع السمع ومنتم ماين نأر على نار أوديتيف على نار جؤوس نأر نأر و إلى quello يروحوا كيف كيف. وش معندها انو يقيس لوريان ترنمعتها مرض يعني. لكم فاهمكم. اناو كان احنا فعلا نقص السمع عند هاد الفئة تاع الاطفال من الولادة حتى نعرفوها. باش نعرفوها بك انا قلت لكم هاد المدة هاد الزمنية. باش نعرفوها باسكو كان دفوعوين الاولياء ميردوش بالهم كي يزيد. دكتور ممكن تكون كنت في الولادة وكين او فرادية تكون وراتية. احنا لكم بدون شخصها. كان لصير ديتال اريديتال. نيرو سمسوري ايديتال. كي تتوش الوري انترال. الودون الداخليين. دكتور. وكالي مالفرماسي. هذه انتصيبها اولا عن الاطفال الذين يزيدون جدا. دكتور. و لكن صعب التشخيص. لا لا. ليس صعب التشخيص. فقط كي ترح الدول المتطورة. كين دي سنتر ويني وسيوا اوتوماتيكمو. دكتور. 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 لازم تكون موافقة تعلق الأولياء. ميموسيهم كما هكذاك. دكتور. لفرنسا كان ب foulilla. نو فيها دي الله. دكتور. دكتور تهدم ترويック استوالتضوحتنا λيور وجหwny. كما تعلق الأولياء بمیرو سمارة Mundial. دكتور. لازم تكون له Die 백 ciel محص. دكتور كما ترخز م LE accommodation. دكتور كما ترخز مم ازوي مهدأ. دكتور كلا. دكتور. 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 دكتور كم ماذا دكتور على القيام العطف勺ه �يانة؟ دكتور كم مهملة. دكتور كما ترخزnecessي.端. فهو مرأة لديها ثلاث بنات بين ثلاثة زادوا لا يسمعوش دكور الرجل أحب قالها يا مرأة لو كان زادوا عنا غيرتة لتبنات وكان زادوا طفل المرأة أباك نسكينها لبدأت تبكي لي قال لي لو كان زادوا طفل هدا يقول لي كيف كيف لا يسمعش على بلها بالمصير نتعوه دكور هما أولاد هما فاميلة فاميلة أولاد العام نعم هذي الفئة الأولى كان عدة ميطود كما من دياغونستيك كما قلت لك هذا التست يوجد في الدول المتطبرة في الماتيرنيتي دكور وكان دوتر تست وكان أستاذ وين بالمرات الدياغونستيك هدا يطول يعني حتى الخمسة سنين ما في قوش ما يطول من في قوش هذا هو اللي حبيل لكن لي مردوش بالهم هي نرموم الإنسان يشوف طفل تاعه عنده يشوف غير لشان فيزيوال تاعه يرياجه يشوف نرموه أن بيبي يترميل حاجة يدور لها سيسا ما يبقاش يشوف غير لشان فيزيوال تاعه وكاين آية في آية قرآنية يقول لك ربي في صورة الكهف وضربنا على أذانهم في الكهف سنين عدد الإنسان أو الطفل الصغير يكون راقد طفل تشوف بيبي راقد يرياجه 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 يتحرك يبقى 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 هذي حاجة مهمة هذي يجب يعرفوها الأولياء يرياجه 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 يجب أن يكون فيها رد فعل يكون رد فعل أم تحسين يرياجه 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 يبقى 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 يتجب أن يفضل يجب أن يفضل يمكن أن يفضل أن تفضل هذا الطفل يقتل لكم من الولادة حتى هذا العمر وهناك عدة أمراض كما قلنا في المالات إيريديتار وهناك ما أسمى نيرو سنسوري أكيز مثل الزيمر بلا مينانجيت دكت هناك خطر على السمع بلا مينانجيت هناك خطر على السمع على السمع على الباصر على القلب هناك كثيرا نسمى الزيمر سنقوم بما قبل السمع هناك كل حماة؟ يذهب للسيطرة القطار أخذ الأطفال الزيارية في المرحلة الأولى وتنقر بسيطة أمر ثم نقوم للجميع الثالثة في سمسكة هناك بقى الواقع من صفيحين سعران الاطفال التعليفه التعليفه المكون لديك عدد السماع وعندما يجاوم الاطفال يجب أن يسمع وعلى نفسها لا أقول لكم أنه من المتحدث المتحدث الذي لا يسمع وليس يهدر تستطيع أن المتحدث وعندما يكون الميئة هناك دائما اوالا نحن نسائل الاطفال実 عام وعامين يجب بجال إدارة لإدارة تصدر ما عندهم يسمى الخلايا ويجب لدى تحديد الإدارة يجب بجال إدارة تساعد الناس وعلى 100% ما يسمى يجب أن تكون إدارة الأموال وكذلك من جهة أخرى هذين الأطفال هذين الأصدقاء التي قلت لكم المتمدرسين يمرضون بثافة يساعدون بوضعون والدريسات التي لديهم نغانق لا يجب أن تكون تكييف الأدن الوسطى التكييف حيث يكون عبر الأنف يجب أن تكون في الطائرة تشعر التحسن مغلوقة يجب أن تكون مغلوقة الأدن الوسطى لا يكون تكييف فيها يجب أن يجوز نحن نغاني هذه الأدن يغطي هذه الأوريفيس يجب أن يكون مغلوقة يختار الأطاء يجب أن تكون لطائق عندما يجب أن تكون مغلوقة تدرون أمراض الثقف في الوضع يجب أن تتكمل من قبل أن يكون من كيف تعمل بصقف وهذا الثقف يجب أن يكون الثقف يمكن أن يجب أن يصل لنكث عن الأمراض أحد أخرى. الأمرض هذا الخاطر هذا اللي وعند الطفل واسمه الكوليستياتوم. يزيد يمدين سورديتي. الكوليستياتوم هذا خاطر. وشي يصيب قدامه في الأدن الوسطى. يأكله ويأكله ويأكله حتى الطفل اللي ما يسمعش مليح. والجرح انتها صعبة. الفئة الأخيرة من الأطفال اللي ما يسمعوش. هدو ما اللي رنا نشوفهم دوكا. يستعملوا بزاف. هذي برزمال الانبيتروان. هذي الكوتار. هذي الكوتار هذا. هذا سيكون درماتيزم صوار كورونيك. في الوقت. كما تقول. كما تقول. كما تقول. كما تقول. هذي الكوتار. هذه الدراسة. قررتها في أوروبا. وقررتها في أوروبا. يقول لك. الأدن لم يسمعوش كبيرا. هذي الكوتار. هذي الكوتار. دكتور كرامكو الكبير. لا يوجد في الدول الغربية. أين الكوتار؟ فإذا المهم استعملوا فيدى إلصان. فإنها المهمة في أوروبا. وقال تقول لك. يعمل. لا يقال تقول لك. كما تقول لك في الكوتار. تقول لهم. كما تقول لك. وقال تقول لك. وستعمل على تقول للمحظة. شكراً شكراً سي نوردين لابريت 39 سنة في سلك التعليم مدهبية مقبيرة كنا نتكلمه كنت تكلمنا الأستاذ تكلم على يعني الطفل بالمرات ما يفهمش الدرس بوسكيو ما يسمعش وكذا يا هل ترى هل هناك تدابير يعني في المضومات التربوية وهل كانت تكوين للمربيين هدو باش يردوا بالهم على هادشي كنا تكلمنا على على الفيزيون على الشوف على عدة عدة أشياء اللي ممكن تأثر تأثر على نتائج المدرسية هي تأثر على حياة الطفل بصفة عامة ولكن نتائج المدرسية اللي تهم الأولياء هل ماذا بينا توضح نهات الصورة هذه من المعروف ومن البديهي ومن الطبيعي أن بعض الحواس لها دور أساسي في العملية التعليمية والتربوية عند الطفل لا سيما حست البصر وحست السمع فبدونهما لا يمكن للتلميذي أن يواكب الدروس أن ينتعوا أو أن يتحصل في المدرسة وكما استمعنا إلى الدكتور مشكور أعطانا تعريف ولو كان وذير يعني فهمنا خير وش هو السمع أنا واحد الناس تعلم تتعلم نعم نعم أكيد نتعلم من السادة الأطبال الأخصائيين يعلمون لأن السمع أو ضعف السمع أو فهو مرض قد يصيب بعض الأطفال يعني أي طفل محرط أي طفل محرط الشئ اللي تعلمناه كذلك من الدكتور هو أنه أن السمع ضعف السمع مراحل يعني هناك الضعف أو عدم السمع تماما يعني بضبط هدوك يروحوا المدارس هذا الطفل لا يسمع ولا يتكلم هذا واحد هناك ضعف السمع يكون متوسط يعني هذا في المدرسة نحن شاهدنا تتقال تلميذ يسمع ولكن ناقص في السمع يسمع ستين في المئة خمسين في المئة بضبط هل كين في المدارس وشو ما التدابير يعني اللي هل انتم صراحة سيزيد نتكلم عن المدرسة نتعني يعني ما كانش تدابير خاصة ولكن بلك المعلم اجتهاد اجتهاد بالضبط احنا مدابينا كذلك من هذا المنبر نوجهون نداء في كل مرة يعني ممكن يكون اجتهاد هي مشكلة من مشكلة التعلم والتعليم في المدرسة هو ان بعض المعلمين يوجد انفسهم امام هذه الحالات ولكن نقول بكل صراحة ويليل اسف ما عندوش تكوين ما عندوش تكوين في المدرسة ما زلنا مكوناس المعلمين تعنا خاصة في الاقسام الصغرى كيف يتعاملوا مع التلميذ نقص السمع او ضعيف ضعيف سمع وهنا انا من خلال تجربتي اه اه اقدم نصيحة الى زملاء المعلمين والمعلمات كما اه افهموا جيدا صعوبة الرسالة التي يقومون بها والمسئولية سؤولية كبيرة تقاربنا نطلبهم بكل شيء وهذا يعني حتى في الدول المتقدمة المعلم لا يمكنوا ان يقوم بكل شيء ولكن النصيحة اللي نعطيها هو على زملاء المعلمين والمعلمات والمربين والمربيات ان يتثقفوا ان يتحصهم يروح يبحثوا يعني يبحثوا عن يجتهدوا يجتهدوا يبحثوا عن هذه الامور كاد المعلمون يكون رسولا فلازم يكون عنده حالة من هذه الحالات ان يتصل بطبيب اخصائي لا ولا ولا يلفد اكتباه يلفد اكتباه الاولياء لا هذا لابد منه هذا معروف لا هذا معروف المعلمون يقومون بذلك هذا معروف وينبهوا الاولياء وحنا في المدرسة نعم احنا في المدرسة المعلم يكتشف ذلك في المدرسة المعلم المنتبه يكتشف بسهولة بان الطفل يعاني من هذه هدوه نقص في السمع ولا نعم لماذا لان ضعف السمع انا نقول ضعف السمع لان لي ما يسمعش من جيش المدرسة العادي لا لا احنا هدروا على ضعف السمع ضعف السمع هذا الضعف هذا يؤثر على التلميذ من حيث صعوبة القراءة وصعوبة الكتابة وحتى في سلوكاته تحسلوا هذا من جهة من جهة اخرى احنا كما سبق وان قلت هناك وحدات الكشف الصحي اللي ري منتشر على المستوى الوطني ويجي في اخر كل طور قلنا لا في البداية في البداية في البداية طور الأول وفي بداية طور التالي المتوسط وفي الثانوي هنا في البداية ممكن جدا انا الاطباء اللي يتابعوا التلميذ في المدارس يكتشفوا هذا يعني في رايك انت التفل كيد كل المدرسة السنة اولى يبداي يخدع الفحص طبي نعم الفحص طبي كامل لي الكشف بعض الامراض هذه اللي تهم الأولياء ولكن هنا لابد من الأولياء أن يتابعوا أبناءهم لأن الطبيب يكتشف ونحن عندنا سجل في المدرسات سجل تأكل تلميذ والأمراض التي اكتشفت ويديروا مرسلة طبيب الكشف الطبيع عن طريق رئيس المؤسسة مرسلة إلى الأولياء والأولياء يستدعونها غالباً ما يستدعون إلى المكان المدرسة ويتكلموا معاه ثم على ولي التلميذ أن يتصل بالطبيب يوجهه برسالة ولابد من المتابعة ربما أخر حاجة نقولها المدرسة تديرها وديرها بقوة هو العناية بالنظفة ونحن المعلمين عارفينها تقريب ورؤساء المؤسسات بأن هناك بعض الأمراض التي تنتج عن عدم النظافة مثل بعض الأمراض الجلدية وهنا تدخل فيها التربية في النظافة التوعية وكذلك بعض الأوساخ التي قد تتراكم في الأذن بعد يتكلمون إلى الدكتور أنا ما عندهاش بزاف أمتيك يبروكو على نظافة ولكن المعلم يجب أن يتابع المعلمة وللمعلم يجب أن يشوف الأذن من التلميذ وهذا يحدث خاصة نقصت هذا الأمر وريد فارتيك جميل أنا كنت أحبها نعم نعم ولكن الحمد لله فيما يخص النظافة في تطور كبير تحسون كبير نظرا للتحسون وتطور اللي يحدث في المجتمع نمط المعيشة متوفرة الأولية أكثر وعين نمط المعيشة تغير نعم نمط المعيشة تغير وهذا نقص يعني قليل ونشوف تلميذ حتى يعني الأمراض تعال لا وكان بعض الأمراض تكادوا تنعدم تكادوا تنعدم ولكن دائما يبقى المعلم يعني يتابع هذه الأمور للتقليل من هذه الأمراض المعيقة لتمدرس التلميذ وتحتى تطور تعوء الاجتماعي والنفسي والتحصيل شكرا نستاذ شكرا مدى بينا نجزول للسيدة حريش أمينة اللي هي مختصة اجتماعية في شؤون الأسرة والطفل مدى بينا أنا نظن ما يخلاش يعني هاد العائلة اللي يكون عندهم الطفل ما يسمعها عشولة نظن بلين نفسيا نتاحهم حتى الحالة الاجتماعية يعني ما تكونش كنفسية عائلة طفل عادي يعني اللي ما عندوش مشكلة في السمع وكامل مدى بينا نكونت تكلميني إذا كان واجهتك في العمل لتاعك عائلة كان عندهم هذه المشكلة هل ترى من السنف الأول يعني ولا من السنف الثاني يعني ما يسمعش من اللي يزاد ولا مكتسب ولا وكيفاش كانت النفسية تحت العائلة وكيفاش قدروا يتغلبوا على هاد الحالة هاد اللي يجد أهلينا يزيد أهلي بناتنا وأبنائنا والزملائي الكرام عندما نتكلم عنه أنه نشوف طفل أو طفلة عنده نقص في السمع باختلاف الدراجات يعني نقص حاد أو كما قال الطبيب هو أدر مني يكون عنده خمسين بالمئة يسمع وخمسين بالمئة ما يسمعش نبدأ بالأسرة نشوفه أي أسرة عندما يكون عندها طفل من ذوي الإحجارات الخاصة أو عنده مرض مزمن تكون نفسيتهم كما قلت يا زيد مختلفة بشكل كبير عن نفسية من يعني لم يبتلى بمرض أحد من أبنائه نقولوا أنه تقبل هذا النقص في البداية صعيب قبل ما نتقبلوا هذا النقص كي اللي ما يعرفوش أنه أولادهم عنده نقص في السمع هذا هو المشكلة نعم المشكلة يعني يا زيد وين كي سيدات تقول لي أنا نعيط لوليدي بالاسم التاعو وبعد ما يسمعنيش كي أن أمهات يتصرفوا حتى بالعيدائية مع أولادهم يضربوهم ويني وحدها قتيل حقت وين ضربوا أوليدي نقول لواحدك تسأل تشوف لاتيلي هو هذا كالطفل يقعد ينظر في التلفاز لأنه كي ما قال الطبيب يقعد مركز معه يشوف في الصور هو في الصور مش يضنبوا أنه ما يسمعش وبعد الوالدة تضربوا ستقوني يعني لحقت هذا الوالدة وين بكات كي سمعت أن ابنها عنده مشكل في السمع ما تقبلتش ونقوله أنه كي للأسف وين الأسر عندما خصتنا الأم يزيد الأم ما تقبلش مرض أي واحد من أبنائها الأب يتقبل في ذيك الفترة حتى العلاقة بين الزوجين يصرها لها تأثير سلبي أنا نقول بلي الأب ما يبينش ما يبينش الأب ما يبينش كيما الأم الأم حساسة الأم أنا نظل تبين تبين يتقبلك يحاول كيفاش من بعد رح نوستو هيا عندنا تجربة حية نعم بالضبط تجربة حية إذن النفسية نتحم هذه الناس اللي جاوك هدو أسكن من بعد من بعد كي وليدها قدرت تعالجوا ولا قدرت تشوف له حل مثلا هل الحالة الاجتماعية والنفسية نتحم تغير نحن يزيد يعني هذا السؤال في محله نروحون نحن نوصوا الأولياء أنهم عندك طفل ما يسمعش أو عندك طفل مصاب نحن نركزوا على السمعة بالخصوص عندك طفل عنده نقص في السمعة لازم تتفاهموا لأنه يزيد الصراع هذا الطفل يحس لأنه المشكلة ما يعرفوش الوالدين أن الابن رغم صغر سنه إلا عنده إحساس ومشاعر يلاحظ أنه والديه راه هم مزاعفين والديه راه هم مشي متفاهمين هذا رح يأثر على نفسيته بالمقابل هذا الطفل يشعر بالاختراب يقول لك أنا أنا غير نخسر مانيش نسمع مليح يقول لي كنت نتكلم مع الأخ الفاضل عن تجربة الابن قال لك يقول لي أغريسيف هذا الطفل عدائي يكسر كان يقول أستاذ في المدرسة تسلوكات وتتغير لأن هذا يشعر يقول لك أنا منيش عادي وعلاه ما نيش نسمع وعلاه لازم حتى يحس بالاختلاف حتى تصرفاته يقول لي ما يسمعش يدني هك لو يدني التاعه يعني حتى يقدر ما يدفلوبي ديتيك يمشو هك قلت أنه نفسية الوالدين لازم نركزوا عليها وإحنا كذلك في مجتمع وين تدي ولدك عند الطبيب نكونوا موضوعيين يبدأوا يقول لها ولدك ما يسمعش رفقا بهذا الناس اللي عندهم اللي عندهم أبناء مرضى معليش جي وحدانا تقول لي ولدي ما يسمعش ونقولها وكين حلول طبية روكين تطور علمي حاولي معا وليدك لابسيكولوج لازم يكون وعلاه احنا المشكل أنه الإرشاد الاجتماعي لزاستون سوسيال في المجتمع الجزائري يزيد يعني لازم تفعيل دورهم لأنه الأسرة هذك تحتاج إلى متابعة اجتماعية ونفسانية قلت ديجا الوالدين يقول لك أنا وشام يقولوا لي ولدي ما يسمعش الوالدين اللي حبوا يحافظوا على ابنهم احنا ونتولي متابعة خاصة عندي طفل ما يسمعش مليح لازم نطيله تعويض نحتمد على كل وسائل مركز على الجانب البصاري مركز على الاهتمام أكثر وليد الطفل اللي ما يسمعش بزف اهتمي بيكسر من خوته تعطيله العاطفة تعطيله العاطفة شكرا يا زيد الركز على العاطفة جميل لأن هذه العاطفة رح تنقص هذا الحرمان من حاسة أو جزء من هذه الحاسة اللي هي جدها ما بالنسبة للإنسان وما زال نتكلمه على دور المدرسة وفي سياق الحديث جميل 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 أستاذ أستاذ معزوز رشيد مرحبا بيك مرحبا بيك مرحبا بيك بعدها بسم الله الله يخليك مرحبا بيك تتكلمنا تعطينا تجربة حية إذا كان صادفاتك نعم في حياتك كلها مدى بينا تتكلم عليها أنا عندي ابن آخي زاد على كل حلوة كي زاد احنا ما فيقنا لهش ما فيقل لهش بلي ما يسمعش وواحد النهار كانت عندنا ويني ما في الدار خياتي فيقوله الصوت ما يسمعش يبقى يمشي واحده ما يسمعش شحل كان في عمره كيف أقوله؟ كان عنده في عمره اسمنا شهور ودررورة إنه مامو قبلنا اسمنا شهور نفيقوله ماندى الطبوب وما مامو بشك طفل شهور لا هو هو له تست اختياري كما قال الدكتور يعني ما قدرش غير يزيد يديره لهم بس أخويا يزيد المرحلة تعثمنا شهور الطفل يكون عنده كاش مرد نقول له باريزوف عنده لي غاز ولا الحماة يروح للطبيب الطبيب نرمامو يفيق باللي طفل ما يسمعش فقنا له فالدار كانت عناويني ما فالدار خياتي فاقوله كيفاش فاقوله يعني كانت عند الاخور طفل يبقى حابس يعني ما يسمعشه وكما قالت الأخت منا العائلات مرتخويا وخويا نفسية شخول نفسية تحومت غيرت يعني دهبرت شوية ايه دهبرت ما كانوش يستنوا بليوليدهم هم بعد الدو هالطبيبه هم بعد العائلة العائلة الكبيرة احتمت بالأمر ايه هم عاكشي بترسات مرادين سندوهم وكمل حتات عربية سبحانه واشخويا اجرع لي اجرع الدهال الفرنس بانو جوانبي دارو ليزا باري وكما قال الدكتور قبيلات اه كي كنا طفل ما يسمعش اوتوماتيك موم المرحلة الثانية ملوي ما يهضوش مليح بس كما ما يسمعش كما قال الدكتور نقطة شاب يعني رهوف اكتساب يعني الابرنتيساج دي لانغاج يعني هو يتعلم يتعلم دونك موش يسمعش دير الروطه في السمع هادون مشكلة اوتوماتيك مو يطفل وش حال كان السمع تاعه خمسة في المياه ستين اكتره في البداية كان ميسمعش قا ما يسمعش ميسمعش يعني نغز بلك يقول لك واحد ممكن بلك تحط له واحد النار في البارير تاع تلان تاع في جاز القيطار والقيطار كيجوز على الالاقه يدير صوت تاعه مسمعش الصوت مسمعش القيطار تاعه ثم تأكد باللي ما هم بعد جهزوه جهزوهم بعد هم بعد دلو 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 للاقباري هادو جرع ليه اه 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 لا سمعه هم بعد بشوية شوية شوية وذكره ويقراه في الجامعة النطقة تاعه شوية شوية خير بصح تحسن هم ليه بالمورور الزامن تحسن الحمد لله الحمد لله والحق تالها دكتور مقبرة قال لك من المفروض يعني الأطبائي في قلوك يزادوا كامل يعني هو له تسنى بسيستيماتك لا نهضره في الجزائر هو اختياري يعني نقولك حاجة نعطيك حاجة الام هي الصح هي الصح هي الصح هي صح هي تقول لكل دي اسمع ولا ماذا الوليد هاد دلو هكذا ما يدورش لعندها ولا يعني احنا مدابينا الاولياء اللي ما نشوفه فينا نقول لهم كي تجي كمكتور نعطيهم نوجههم نقول لهم فوالا كيفاش تعرفوا هدي هي يعني فهمتكم مقبل ان بيبي طرواكات مو يبقى يشوف هكذا ترميلو انو بجي يدور لبجي سيسا قدر دلو ان بيبي هذا الذي حكره لم يساعده هذا هو صح حاجة لك في وضع الفرس هذا هو الصح لانه مدابينا نظلو شاهده يرياجي وبروي يجب أن تكون هنا راكسان برووي يضور يبوجي يتحرك معنته كان حاجة اللي يواسهته بش ووهوا واسيها ذاك المبهما إلا ما كان اوكو نريكسان يبقى يشوف فلو شانبيزياته عارف بلاي موجي يساعد تربيتي ومقبلة قلنا بلاي الاطفال قبل 3 رشته كامل ماذا بينا لزيكوتور اللي ديرهم في ودنهم درك على بالي بليحنا الأولياء هذيك كاريتا في المستقبل على المجتمع وعدك تأخذ نتياه نفون دو 14 يموسي لأم بيتر واحدات ساعتين تتسويع في نهار ويسمع نهار كامل نهار كامل 30 سنة تكون عندو إنسوردتي موين أصيفة دونك هذا كتاعة 30 سنة لازم له لاباري اوديتيف لاباري اوديتيف راهي عائق على الدولة حال ما يكون عندنا مطفل فهذا كالدون 10 سنة شعرنا مطفل راح ينقع يفوق لازاة أباري وبعد كيكون أباري اوديتيف رايق على المجتمع بالضبط يفوش ايش تقع هاد لنشعر ما هدا ما شيقال موش يسمعه خلاص موش يسمعه موش يسمعه وبعد لازم يندمج في المجتمع ننتاب في المجتمع راح تندمج واحد انديكابي 6 انديكابي بالضبط فهمت حلي لازم نتفادو هادش لازم نقول لهم هل يمكنكم ان تنحول لهم الزيكوتار لا يمكنكم ان نحولهم الزيكوتار لا تريد من الزيكوتار لا يزيد من الزيكوتار ستواجه لعقل ساعة ساعتين انت راقد ونتجد فيه ونحن هنا يتحرك به يذهب ونذهب ويجب حتى يجب ان يتحرك 24 ساعة يرقود 10 سوائع ويجعل الحمالة بلوش يستعمل لكوتر 10 سوائع ويستعمل ربع سوائع خمس سوائع ويحاول ينقص بالعقل مثلا راك في البيت وحدك راك بالورديناتور ولا مدي راك وحدك نحي لكوتر سمع بلي بفتيا يعني حاول تنقص كيف ينظف الأدن؟ انا واحد من الناس درك لا نعرف الأدن لوري السوطونيطوان تنظف روحا بروحا الداخل لدينا سواء ديسيل همين يطويب وهذا السبغ لدينا شوي لسيريومن وهذا السبغ لدينا شوي لسيريومن يحتوي على تريمان فيه بكتيري يستعمل من الميكروبات نخليوا حيات روحا بشوف و الكائين الناس اللي عندهم تاراكم من سيريومن يفور ما نقص إذا سبت بوشان في ودنه، بوشان هاداك ينقسلوا شوية من السمعة ومشي بزاف نعطي له قطارات يوسيهم باش نرطبوهم ونعطي لهم كل رضاح باش نقيهم لكذا مكان كون تنتيج دكتور؟ ممنوع منعن بطن ممنوع انا كل اسباح ممنوع انا كل اسباح انا اقول لك لوري السوتوني توان اوكي كيفاش بسبعتين كيفاش؟ نو تروح واحدها بلاقل باقية هكذا هل و ما استعمل الان تخلص الناس؟ انا انا يطبع الان تبع الجزء لا، لا يتحمل الان تخلص الناس لا لا، والدها والدن shall LET يتابع الناس نجيب للكاربيراك تنقي متى كالتبع ونالك نشير ان تصبحوا على نشير روما وان يؤمنون كيفاش نوضح من عالق يمكننا التخلص الأدن الخارجي وأخير من بطن الداخل ثم نضفه أدن ابراك نحن الأدن الاستبدات ممنوع ان الانسان ينضيف ابشان هي صغيرة ولكن ينسى سوف تكونوا استفدتوا معنا مع هدو الأكيسائيين هدو إذا الكوتونتيج خلاص والزيكوتر ثاني خلاص نقصوا شوية يكون عندك نورديناتور ولا نحيييكوتر سمع بليباف ديولو نقصوا شوية لذيكوتر بس كنحتاجوكم انتم ولدنا وتحتجنا حنا قدروا توصلوا معنا عبر موقع الانترنت ولدناتحتجناحنا بوان كوم ولا عبر صفحة الفيسبوك ولدناتحتجنا حنا سلام من حق لندرس نتعلم حتى ننجح نبدو مجهده نحن نريد طلب العلم لننفع أهلنا ولا بلده نحب الجري في كل مكان حق الرعب يزيدنا فرحة وكذا علاجنا بالمجر حتى ننعم بالصحة من حق الطفولة صحة علم حب وحنا لا مقهولة ولا مدلولة فرعب تحيا بسلم وأمان نفوسنا عنها مسؤولة حقها واجب مهما كان نفوسنا عنها مسؤولة